انا باشتغل نظام ملوه ارتست بعمل هب هوب لنفسي يعني ملوه نظام اندر جراوند وبرسم خطوة ببدأ اهدم ابدأ بس هالمرة اقوى السلق الصغوة بيجتمع فبنرتفع السهر فحيم الامور 8 و 20 سنة انا اختارت ملوه الميزيك تيوري ميزيك بروداكشن شي اللي انا باشتغله يعني لان ملوه ارتست باشتغل هب هوب فانا بعمل موسيقى تبعتي وانا اللي باشتغل المشاريع تبعتي باسم الرب بحلف ان العدل هو سبيلي باسم الرب بحلف انه ما انسى تاريخي كنا باسم الرب مدينة تحت ارضي اخطوطي جابي سلبي وانا تيجي نور الرب العربي مصاب التفاضة من 12 سنة قد اربع ساعات في البيارة بعنزف وعشت خسرت كليا وخسرت جزء من الكليا التانية وعشت على كرسي بعدها خلصت جامعة وكملت حياتي كاي انسان طبيعي ويمكن افضل لانه صبتي كانت حافز الي انه لازم انا استمر لازم اثبت وجودي في المجتمع بالذات في المجتمع زي مجتمعنا صعب جدا لا يتقبل اي شيء مختلف عنه وانا صار لسنين بحاول اثبت فكرة واحدة لانه الناس اللي بوضعي كانوا بحاولوا يثبتوا انه احنا بحاجة انه نندمش مع المجتمع انا معرفكم انا ما بدي اندمش مع المجتمع انا بدي المجتمع ليجي اندمش معه عشان يستفيد والالطاقات اللي عنه يعني في عنا شباب احنا مثلا عنهم حالات زي هير يعني مقعدين او عندهم بكر يعملوا اشياء كثيرة وكويسة كتير للبلد في منهم فنانين في منهم رياضيين في منهم لكن ما بيأترفوا فينا صاحفة اللي صافي ما تحكى عني غافي ما بساهم بسلاح بقاموا بميك بصفقة صفتة قافي احنا محتلين من قبل ما انا انا ولاد من قبل ما ابوي انا ولاد فلكن مش المشكلة مش بس الاحتلال مشكلة ممكن يكون الانقسام لو بنا نقول ان حلة المشاكل لا لسا في امور كتير عالقة انا شايف وضع الصعب اللي احنا فيه بيصنع من الانسان شخص صلب بخليه يقدر يقاون بخليه يقدر انه بدي ينتج شيء بدي يعمل شيء لكن في ظل الحصار اللي احنا فيه الكهورة فضلها تبعها فترات طويلة مشكلة يعني هاي كي بد انا اشتغل عن الجهاز انه اسجل كي بد اشتغل الشغل تبعي فنلجأ انه نطلع بره ونوغل بالأماكن العامة زيه والوقت بضيع من غير ما ننتج اي شيء موسيقى موسيقى موسيقى